سلة الحمضيات الآسيوية من الأفات الخطيرة على الحمضيات حيث تمتص الحشرة الكاملة والحوريات العصارة النباتية من الأوراق وقمم الأقصان الغضة وتفرز مادة شمعية بيضاء وتسبب ضعفا بالأشجار كما تفرز الحشرة أثناء تغذيتها سموما تؤدي إلى تجاعد الأوراق ومن ثم جفاف وموت الأفرع كما تنقل الحشرة مارض الإخضرار البكتيري على الحمضيات حيث تتبقع الأوراق باللون الأصفر وتحمل الأشجار المصابة ثمارا صغيرة غير متناظرة خضراءا جزئيا ولا يمكن بيعها نظرا لضعف حجمها وجودتها الحشرة الكاملة ذات لون بني يبلغ طولها 3 إلى 4 ملي متر تضع الأنثى البيض على قمم الأقصان والأوراق الغضة بمجموعات صغيرة تمر الحورية بخمسة أعمار قبل أن تتحول لحشرة كاملة أهم إجراءات المكافحة تتمثل بمنع نقل غراس مصابة بالمرض أو بالحشرة من المناطق المصابة والتعرف على الإصابة سهل جدا من خلال وجود المفرزات الشمعية البيضاء كما يوجد العديد من الأعداء الحيوية التي تتغذى أو تتطفل على الأطوار المختلفة من حشرات البسلة مثل دبابير العسل التي تعتمد بتغذيتها على حشرات البسلة وبعض الدبابير المتطفلة إضافة إلى مفترسات حشرات المن المختلفة مثل حشرات أبو العيد وإرقات دباب السيرفيد وإرقات أسد المن في حال عدم وجود الأعداء الحيوية بشكل كافي وزيادة كثافة حشرات البسلة على النموات الحديثة يوصل الرش بأحد المبيدات الحشرية الجهازية وتبديل المبيد في حال ضرورة الرش مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر